في عنوين النشرة البابا يقود العالم صوماً وصلاطاً من أجل سوريا المقداد يدعو الكونغرس لأي تحلى بالحكمة وأوباما للكونغرس لا يمكن غض الطرف عما يجري في سوريا من قناة الجديد في بيروت أهلاً بكم على نية السلام في سوريا يتضرع ملايين المؤمنين اليوم تلبية لدعوة البابا فرانسيس الأول هو يوم صلاة وصوم لأجل سوريا والشرق الأوسط يشارك فيه أكثر من مليار مؤمن من الكنيسة الكاثوليكية ومؤمنين من باقي الديانات وعلى خطى سلفيه خلال حرب فييتنام وبعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول صار بابا المرحلة الراهنة مستسقياً سلاماً يقطعه النفير الأمريكي بشن حرب على سوريا الليلة توحد الصلوات الساحات بدءاً من ساحة القديس بطرس في روما وبومبي وبوانس آيرس مروراً ببغداد فالقدس فبيروت وصولاً إلى باريس وواشنطن صرخة السلام ستصل الليلة إلى مسامع الرئيس الأمريكي باراك أماما الذي عاد إلى البيت الأبيض وفور عودته وجه خطاباً إلى الكونغرس أكد فيه أنه لا يمكن غض الطرف عما يجري في سوريا الكونغرس كان أيضاً قبلة نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد الذي طالبه في مقابلة متلفزة أن يتحل بالحكمة لأن أي حرب ستشنها الولايات المتحدة على سوريا ستشكل خطراً على المنطقة والعالم الفاتيكان ترفض أي تدخل عسكري أمريكي في سوريا وتدافع عن دمشق بالصلاة والصوم فيما الرئيس الأمريكي يواصل حشده لدعم ضربته المرتقبة إلى قاعدة أندرز الجوية المشتركة في ميريلاند وقبل يومين من موعد اجتماع الكونغرس لتحديد موقفه النهائي من الضربة العسكرية لسوريا عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خالي الوفاد بعدما فشلت قمة مجموعة العشرين التي استضافتها روسيا على مدى اليومين المنصارمين فشلت في تحقيق أي إجماع حول الأزمة في سوريا لسيما بين القطبين الأمريكي والروسي وفور وصوله سارع أوباما إلى مخاطبة أعضاء الكونغرس الأمريكي بهدف أقناعهم بحربه الكيميائية لا يمكن غض الطرف عن ما يجري في سوريا لذلك لا تبقى عميانا حيال ما يجري في سوريا وفي هذا الإطار كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لصحفة الحياة أن الرئيس الأمريكي أبلغ قادة الدول الذين التقاهم أن بلاده قادرة بمفردها على القيام بالعملية العسكرية وأن كل ما يطلبه منهم هو رفع الصوت واتهام النظام السوري وتوفير الغطاء السياسي للعملية العسكرية وكشف أوباما أنه سيطرح على الشعب الأمريكي مباشرة الأسبوع المقبل الموقف بشأن القيام بعمل عسكري في سوريا معترفا بوجود مشكلات لديه في إقناع الكونغرس بدعم توجيه ضربات لقوات الرئيس السوري بشار الأسد وفي وقت تعجز الدبلوماسية السياسية عن إيجاد واحة من السلام في عالم الحروب والصراعات تظهر الصلاة كسلاح أمضى وأفعل فقد خصص رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس يوم السابع من أيلول يوما للصلاة والصوم في جميع أنحاء العالم من أجل السلام في سوريا والشرق الأوسط وللمناسبة يترأس البابا الذي يعارض بشدة فكرة توجيه ضربة عسكرية لسوريا يترأس مساء السبت أمسية صلاة في ساحة القديس بوتروس في روما مكررا بذلك دعوة مماثلة وجه سلفه البابا يحن بولوس الثاني بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول سوريا وعلى لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد كررت القول أن شن الولايات المتحدة حربا عليها سيكون خطرا على المنطقة والعالم وفي مقابلة بثتها قناة الإخبارية التلفزيونية السورية على الهواء نصح المقداد الكونغرس بأن يتحلى بالحكمة فيما يتصل بأي هجوم على سوريا هذه المشكلة هذه الحرب التي سيقوم بها على سوريا حرب خطيرة جدا وتهدد الأمن والسلم في العالم وقد تنعكس أيضا سلبا حتى على الولايات المتحدة وعلى أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم لذلك رمى بهذه الكرة الساخنة جدا إلى الكونغرس وما نرجوه نحن من الكونغرس هو أن يمارس الحكمة أن يمارس صلاحياته المتعلقة بحماية الأمن والسلم في العالم خاصة وأن سوريا لا تهدد الأمن والسلم في العالم ميدانيا تحدثت معلومات عن سيطرة الجيش السوري على بلدة معلولة المسيحية وعن هرب المسلحين إلى الجرود الغربية في وقت أعلن مدير المكتب الأعلامي لقيادة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر حامد إبراهيم أن منطقة القابون في دماشق تعرضت صباحا لهجوم بالغازات السامة يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اليوم في نيس نظيره الفرنسي فرنسوان أولاند وأكدت مصادر مقربة من قصر بعبدة أن اللقاء سيشكل مناسبة مهمة للبحث في تعزيز فرص التعاون في شتى المجالات بين لبنان وفرنسا ولسيما بالنسبة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به باريس لحض المجتمع الدولي على تقديم التعهدات التي التزم بها لمساعدة لبنان على مواجهة أعباء النازحين السوريين إليه باعتبار أنه معاد بإمكان لبنان التصدي لموجات النزوح المتزايدة من جراء المخاوف من الضربة العسكرية للنظام السوري وأشرت المصادر إلى أن المحادثات اللبنانية الفرنسية ستركز أيضا على ما يمكن أن تقدمه فرنسا من مساعدات عسكرية للجيش اللبناني لحفظ وحماية الاستقرار في مواجهة المخطط الإرهابي الذي يضرب البلد وشددت على أن الرئيس سليمان سيؤكد لنظيره الفرنسي أن لبنان ملتزم سياسة النائي بالنفس وحريص على عدم طوريط نفسه في صراعات الآخرين لتفادي أي تابعات على الساحة الداخلية أفدت صحيفة النهار بأن السفير الأمريكي الجديد ديفيد هيلا أبلغ رئيس حكومة تصريف العمال لجيب ميقاتي رسميا قرار الولايات المتحدة بتحييد لبنان عن تبعات الضربة المحتملة لسوريا وأن الأجواء اللبنانية لن تستعمل في هذه الضربة منعا لأي ارتدادات على الساحة اللبنانية وفد من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دارة الرئيس سليم الحص للعمل على حل التجاذبات التي يشهدها دار الفتوى ضمن إطار جولاتهم على المسؤولين اللبنانيين بغية إعادة ترتيب أوضاع البيت الداخلي للطائفة الصنية زار وفد من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ضم عضوي المجلس مفتب على بك الشيخ أيمن الرفاعي ومفتصيد الشيخ أحمد نصار الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة بكر الشيخ الرفاعي توقف عند التجاذبات التي يشهدها موضوع دار الفتوى نحن لا نتمنى أن تكون هناك تجاذبات ونسعى جاهدين لأن نحاول حل هذه الأمور بعيداً عن الإعلام وفي غرف ضيقة لأن طرح هذه الأمور على الإعلام لا تقدم ولا تؤخر فطرحها في أماكنها المناسبة هو الأنسب وأتمنى يعني في هذه المناسبة هذه الأمور تعالج في أماكنها لا على الإعلام الإعلام ربما يزيد الطينبلة بدل أن يساعد على الحق وفي موضوع الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة على سوريا أكد الشيخ الرفاعي معارضته المبدئية أي ضربة على أي دولة عربية آملاً في الوصول إلى حل سياسي لحفظ كرامة الدول العربية جميعاً أهلاً بكم من جديد استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم السفير القطري في لبنان سعد بن علي المهند في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية وعرض معه الأوضاع العامة ثم التقل لواء إبراهيم الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز وبحث معه آخر المستجدات المتعلقة في هذا الملف اعتصام للناجحين في امتحان مجلس الخدمة المدنية أمام السرايا الحكومية للمطالبة بإدخالهم إلى ملاك الدولة أمام السرايا الحكومية اعتصم الكتاب والمباشرون الناجحون في امتحان الخدمة المدنية ولكن لم يتم إدخالهم إلى ملاك وزارة العدل منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر بسبب فراغ منصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية بعد إحالة القاضي خالد قباني إلى التقاعد نريد حل جزري وليس حل جزئي لقضيتنا لأن الحل الجزئي لن يجدي نفعا لا مع السلك القضائي بقضاته ومحاميه وبالعالقين أمام القضاء ولن يلبي طموحات وأمال الناجحين نحن بحاجة إلى حل عن طريق تعويم الحكومة لكي لا يغرق الشعب نحن موظفوا درجة رابعة لسنا بحاجة إلى اتفاقات دولية لكي نلحق بوظيفتنا لأننا نريد العيش وبالتالي لا إمكانية لملء الشواغر بمضاعفة المجهود في وزارة العدل بل بإلحاق المساعدين القضائيين بأقرب وممكن والمحددين بالقرار الحكومي 435 كتب و125 مباشر فاضل منهم 310 كتب يجب أن يلحقوا دفعة واحدة لمصلحتنا ولمصلحة الدولة اللبنانية و75 مباشر المتصمون شددوا على ضرورة تسوية أوضاعهم سريعا لأن مهلتا إدخالهم إلى ملاك الدولة محددة بسنتين بعد نجاحهم في امتحان الدخول تقليد وسام السلام لعناصر الكتيبة النيبالية العاملة في إطار يونيفل بالرقص الفولكلوري وبفنون القتالية التقليدية احتفلت الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات اليونيفل بتقليدها وسام السلام الاحتفال أقامته الكتيبة النيبالية لمناسبة مرور 54 عاما على مشاركة الجيش النيبالي في قوات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة وذلك في مقرها العام في خراج بلدة ميس الجبل وقد أعرب القائد العام لقوات اليونيفل الجنرال باولو سيرا ممثلا بقائد القطاع الشرقي في اليونيفل الجنرال فرناندو لوبيس دي البوزو عن تقديره للجيش اللبناني على الجهود المشتركة التي حققت تقدما كبيرا في تنفيذ ولاية اليونيفل بموجب القرار 17-01 مشيدا بالوحدة النيبالية التي أظهرت احترافا وتفانيا في العمل وتعاونا مع الجيش اللبناني من خلال الدوريات المشتركة على الخط الأزرق وبعد استعراض الفرق النيبالية المشاركة في الاحتفال قلد الجنرال لوبيس قائد الكتيبة وضباط وجنود ومجندات الكتيبة وسام خدمة السلام وميدالية الأمم المتحدة والقوات الدولية نظم مركز المطالعة وتنشيط الثقافي في القاع سباق ماراتون رياضي تحت عنوان تعون نركض الأع لحماية أبنائنا من مرض السيدة في بلدة القاع في البقاع الشمالي شارك في الماراتون الذي تخلى له مهرجان غنائي وحفل موسيقي عدد كبير من أبناء القاع والهرمل والبقاع الشمالي والجوار وفعاليات المنطقة السياسية والدينية والاجتماعية وتحاكي الحملة مشروع شراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني لمكافحة السيدة وعدد من الجمعيات الأهلية وألقى رئيس بلدية القاع ميلاد رزق كلمة أكد فيها أهمية الماراتون الجامع لأبناء المنطقة مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة والذي يجسد أعلى درجات التواصل للمفتاح والمحبة ويجمع فيما بين أبناء المنطقة من أجل الدعم مرضى الصيدة وأننا نعلم وبكل وضوح أن لا خجل بعد اليوم لمساعدة هؤلاء المصابين وهناك من يقف إلى جانبهم اليوم وإلى الأبد وختاما تم توزيع ميداليات ودروع تكريمية على الداعمين أصدر قادي التحقيق المصري قرارا بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أربعة أيام بتهمة إهانة السلطة القضائية مزيد من التفاصيل مباشرة عبر الهاتف مع مندوبتنا في القاهرة الزميلة مونة عشماوي مونة أهلا بك الهواء لكي لوضعنا في حيثيات هذا القرار تفضلي نعم ميداليا تم حفظ الرئيس المعزول محمد مرسي أربعة أيام على زمة التحقيقات معه حيث أمر المتشار سروة حمد رئيس هيئة التحقيق المنتدب الذي ذهب إلى محبس مرسي وحيث رفض مرسي الإجابة على أي سؤال تم توجيه إليه ورفض التوقيع على محضر التحقيق مرددا أنه ما زال رئيسا لمصر وأن ما يحدث معه مخالف لشرعية القانون الذي جاء به إلى الحكم يعني داليا نجد أن مرسي هو رافض للواقع حتى الآن رغم مرور شهرين على ثورة يونو إلا أن كان مرسي اليوم يواجه التحقيق معه في تهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها وذلك عندما ذكر على الهواء مباشرة في خطبته قبل الأخيرة بأن رجال القضاء بينهم رجال المزورون وحدد 22 قاضيا وحدد إثما قال له على الهواء وهو المستشار علي النمر وهو الرجل الذي كان مسؤولا عن الدوائر الانتخابية في الانتخابات 2005 في عهد مبارك كذلك حاول مرسي خلال حكمه عاما كاملا التأثير على الهيئات والدوائر الجنائية التي تصدر القرارات في قضية محاكمة أحمد شفيق أحمد شفيق كان خصمه في الانتخابات حيث طلب مرسي وبشكل مباشر من القضاء طوريت شفيق بأي شكل في قضايا عرفت وقتها إعلاميا بقضية أرض الطيرين وهي التي كان يواجه الشفيق فيها تهمة أنه ارتشى لبايع هذه الأرض وأثناء كونه وزيرا للطيران من جهة أخرى داليا تم تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد البلتاجي وصفة بحجازي بتهمة تعذيب ضباط شرطة داخل اعتصام رابع لليوم يعني اليوم الخامس من أكتوبر والحقيقة تواجه أجهزة الأمن مشكلة في إجراء محاكمات القيادات الإخوانية في حضور المتهمين وذلك لأن هناك تهديدات كبيرة لأنه بمجرد انتقالهم من محبتهم في تورا إلى قاعة المحاكمة سيتم تهربهم من قبل تنظيمهم الذي ينتظر قرارا بحله بشكل رسمي خلال اليومين القادمين أخيرا أقول أنه تدرس الحكومة اليوم إمكانية مد حالة حظر التجوال والطوارئ خاصة أنه شهر الحظر سينتهي بعد سبعة أيام في ظل حالة أمنية غير مطمئنة حتى الآن داليا في نظر الكثير من الشعب المصر نعم ندوبتنا في القاهرة الزميلة مونة عشماوي شكرا جزيلا لك قالوا أن تكلفة الحرب على سوريا ستكون محدودة لكن ماذا عن حروب الولايات المتحدة السابقة التي خالفت جميع التوقعات وأرهقت كاهلة الإدارة الأمريكية والأمريكيين تقرير عن تكلفة الحرب المتوقعة في سوريا للزميلة هيفا زعيتر أمام اللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقف وزير الدفاع تشاك هيجل ليزعم أن تكلفة الحرب على سوريا ستكون محدودة غاية هيجل واضحة طمأنة المشرعين الأمريكيين كي يصوتوا على الضربة في وقت يسعى البنتاجون لتقليص النفقات لا سيما العسكرية منها وذلك بموازات أزمة اقتصادية واضحة تثقل كاهلة الشارع الأمريكي عشرات الملايين من الدولارات هي التكلفة التقديرية التي أعلنها هيجل حيث تبدأ القوات الأمريكية هجوما بالعشرات من صواريخ تومهوك التي تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو مليون دولار وتسقط قنابل من طائرات بيتو بتكلفة ستين ألف دولار في ساعة لكن في المقابل تكفي عودة سريعة إلى الحروب الأمريكية السابقة وما سبقها من تصريحات حكومية بشأن التكلفة المرجحة للحرب يصبح تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن التكلفة المحدودة غير دقيق ففي ليبيا مثلا أطلقت البحرية الأمريكية مائتين وواحدا وعشرين صاروخ تومهوك في العمليات على قوات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي استخدم نصفها تقريبا في اليوم الأول من العملية وكان الصاروخ الواحد بقيمة مليون ونصف مليون دولار ويبقى غزو العراق خير مثال فإدارة بوش قدرت تكلفة الحرب قبل وقوعها بستين مليار دولار أمريكي فخرج الأمريكيون منها بثمانمائة مليار دولار ولم يحققوا أهدافهم كلام هيجل قبل بتشكيك واسع في بلد أرهاقته الحروب وتكاليفها ورد تود هاريسون محلل الميزانية في مركز التقييمات الاستراتيجية بالقول إن العملية في سوريا قد تكلف ما بين نصف مليار ومليار دولار وفقا لتعدد الأهداف مضيفا ربما كان هيجل يفكر فيما سيتعين على وزارة الدفاع أنفاقه في الفترة المتبقية من السنة المالية والتي تنتهي في نهاية أيلول وتبقى تكلفة الضربة الحقيقية مفتوحة بناء على طبيعة العملية العسكرية المخططة لها لكن ذلك لن يؤرق أوباما في حال وافق الكونغرس على الضربة فالبنتاجون قد يدفع التكاليف من دون أن تخضع لقيود الإنفاق الحالية في الميزانية الاتحادية فيما يبقى سيناريو وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأفضل فقد قال كيري لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الدول العربية الحليفة مستعدة لتمويل الحرب على سوريا تمويلا تاما أخطاة النائب هي الحريض في تعداد أموالها التي تلقتها من الدولة اللبنانية بفضل عملها النيابي تحقيق للزميلة يمنى فواز يحتسب الأموال التي تلقتها الحريرة أن أعيد للشعب اللبناني كل ما تقاضيته من هذه الدورة النيابية حتى الآن وقيمته 25 مليون و282 ألف و500 ليرة لبنانية يعني النائبة هي بدأت تدفع كل المبالغ التي تقاضيتها من 2009 إلى اليوم لأنها مشتغلت شيء فينا نبدأ نحسب له أداء مطلوب منه مخصصات شهرية بيمة 3 ملايين ليرة بيرجع عنده تعويد تمثيل مليون و500 ألف ليرة وبيرجع عنده تعويد سيارة بيمة ممثلة مليون و500 ألف ليرة كمان عنده تعويد سائق للسيارة بيمة مليون و500 ألف ليرة كمان تعويد تشريفات مليون ليرة بالحصيلة المخصصات هي 8 ملايين و500 ألف ليرة الأمر لا ينتهي هنا بل يضاف إلى الرقم أيضا المساعدة الاجتماعية الشهرية وهي بقيمة مليونين و700 ألف ليرة لبنانية وبذلك يكون المبلغ الشهري الذي تتقاضاه 8 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية إضافة إلى مليونين و700 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 11 مليون و200 ألف ليرة لبنانية وما لم تنتبه إليه النائب هي الحرير في حساباتها وما لا يعرفه المواطن مبالغ الزفت 100 مليون ليرة سنويا هي بسموها مخصصات زفت النواب كل ذلك ولم نحتسب الحق الممنوح للنائب في امتلاك سيارتين من دون دفع جمرك ورواتب أكثر من ألفي عنصر أمن يدفعها المواطنون من أجل حماية النائب وبذلك يكون الرقم السنوي 11 مليون و200 ألف ليرة لبنانية خلال 12 شهراً يساوي 134 مليون و400 ألف ليرة لبنانية أما المبلغ الكامل المفترض أن ترده بهية بحسب المدة التي أعلنتها في التاسع من حزيران عام 2009 حتى نهاية أيلول 2013 11 مليون و200 ألف ليرة لبنانية خلال 50 شهراً أي ما يعادل 560 مليون ليرة لبنانية مع إضافة الزفت عندنا 100 مليون سنوياً الزفت على 5 سنين 500 مليون نحكي عن 1.060 مليون ليرة هذا هو المبلغ المفترض على النائب وهي الحريري أن تدفعه ليس أقل وإن أرادت أن تبرئ ذمتها تماماً فعليها أن لا تنسى أن تضيف الجمارك والرواتب الشهرية للأمن المفروز لها هذا في النيابة أما إذا أردنا احتساب أموال أرباح النائب الحريري من الدولة اللبنانية فعليها أن تضيف أموال السوليدار وردم البحر نتحدث هنا عن أرقام خيالية نتحدث عن عشرات مليارات الدولارات التي جرى السطو عليها وبالتالي حرمان اللبنانيين من حقوقهم السابتة أكبر الملاك فيها هم آل الحريري الذين تنتمي إليهم النائبة بهية الحريري وللتذكير السيدة بهية استفادت من كونها نائباً في مجلس النواب اللبناني منذ دخولها عام 1992 إلى اليوم بمبلغ مليون وستمائة وسبعة وأربعين ألف دولار ذهب عقلهما بعدما حجزهما شقيقهما الأول سنوات طويلة قصة تحرش جنسي تتكشف أمامنا والجاني هو الشقيق الثاني ثلاثة وعشرون عاماً أمضطاها في العتمة والوحدة داخل جدران منزلهما دون أي ذنب حال هتين الفتاتين التي عرضناها في الجزء الأولي في نشرة الأربعاء لم تتوقف عند هذا الحد فنظراً لحساسية القضية قررنا الاستعانة بالطب النفسي لين عم تظهرين للبان؟ لوين ظهرتي رحتي مشوار؟ لوين رحتي؟ نزلتي عشويفات أخذك مشوار مين أخذك؟ نسيت من أخذي؟ أين صار عمرك الله؟ أما شقيق الفتاتين الثاني والمكلف بالاهتمام بهما فكانت له روايته كانت المحادثة لتكون طبيعية إلى أن تلفظ الشقيق بجملة استوقفتنا جميعاً كم يشاركون بالزلط؟ إذا كانت يشارك بالزلط، كم يشعون؟ كم يشعونه، كم يشعونه، كم يشعونه أولاً تكتشرك بالزلط؟ أجل، كم يشعون هذا؟ لقد أخذتك بجملة حماية في الأسفاء أخذتك بجملة أخذتها، تفرجها لمنحك ومتسكة هل تشارك بالزلط؟ المشاهدات كانت واضحة جداً بالمرتبة الأولى الأنثة اللي حكيت معنا عبر البيب أنثة مضطربة وبالتالي يمبين عليها هناك شطط على مستوى الزمان والمكان حتى وطروحاتها وأفكارها وطريقة إجاباتها على الأسئلة بتدل على أنه في إضطراب قد يكون ذهنياً ولكن هالأمور بحاجة لأثبت الموضوع الشخص المكلف اللي عرف حاله عنهم كونه خيهم مكلف الاهتمام فيهم عطى تفاصيل لابد من التوقف عنده يعني إن على مستوى بعض الممارسات غير المقبولة خلقياً وقت اللي تعرق الدامهم ووحدة فرحت بالمشهد ووحدة صفنت وفكرت وقعدت تضحك إلى ما هناك هلأ يمكن يكونوا أصلاً مضطربات أنا الثانية ما شفت على واحد كلام تمام اللي حكيت معنا مضطربين بيني مضطربين بس ما عرفت ما إذا كانت مضطربة قبل أو مضطربة لاحقاً هذا شي صعب جداً هذا بده فحص طبي فعلي تالي مطلوب من الوزارات المعنية أن تتحرك وبأثر على وقت ممكن تحديداً الشؤون الاجتماعية لحتى نشوف شو عم يصير أول شي داخل هالبيت ليقوم هذا التقرير بمثابة إخبار للجهات المعنية لإنقاذ الفتاتين وانا تبقى من عمرهما نبيل أخصين قناة الجديد كان في النشرة البابا يقود العالم صوماً وصلاةً من أجل سوريا المقدات يدعو الكونغرس لأي تحلى بالحكمة وأوباما للكونغرس لا يمكن غض الطرف عما يجري في سوريا كان هذا كل شيء حتى الساعة نشكر لكم حسن المتابعة بقونا معكم لموفاتكم بأي جديد فور وروده إلى اللقاء موسيقى موسيقى